قصة الأسبوعية هذا هو الجهاز الجديد موجود في الهلم فتح كل fraseсудар부터 نوسط مع الهلم والكسب الحقيقيحา نذهب لهذه licker عما ت env переходي الله اللقبة تضغطنا 50 عدو في ايوروبا ف Пер Low Expedition تأكدوا ندخلكم في يوروبا بل اضافة تأكدوا انو عندكم الخرائط شان تقدرون تیکترون واحدة من هدها الاشياءgun AAAAAAAAAAAAAAAA 가서 30 افسد اذا ما عندكم خرايط لازم تروحوون تلعبون عشان بغض خرايط يمديكم تفتحون الصندوق اذا ما حفرته الارض ما هيحسب طبعنا لعبت Mission Europa وزبعت ٥ همتشئ قطع بعدين اتذكرت انو ما عندي خرايط فراحت تعبت كات شاكراش وبعدين رجعت مرة ثانية لعبت مرة ثانية عشان أقدر أمشي الخطوات عندي ولا أصلا الخطوة أصلا ما مشيت عندي لازم كنت تحفروا الصندوق اللي في الأرض فأتورط واضطرت أن يلعب الـ Expedition مرتين على العموم الخطوة اللي بعدها على طول راح نروح نلعب اللي ميشن اللي ما يجي اللي مرة واحدة كل أسبوع اللي هو المخبأ حق القراصنة فمجرد نحن راح نروح نمشي في الميشن لما تخلصون تذبحون كل اللعداء راح يفتح الشيلد اللي حوالينا الرلك راح ناخذ الرلك وبعدها على طول على المكان اللي بعده اللي هو زي ما انتم معارفين كالعادة راح نروح للاس سيتي قبل ما نتقابل مع سبايدر في العادة يا أنه يكون فيه كلام راح يصير بره يا أنه على طول راح نروح نتقابل مع سبايدر المرة هذه راح نروح للجهاز اللي بره في البداية مو في النهاية راح نروح للجهاز اللي بره في البداية راح نخلص معاه راح نضغط A ونخلص وبعدها راح نروح نكلم سبايدر على طول طبعا سبايدر ما شاء الله عليه ساير كريم الأسبوع هذا ورح يعطيكم سلاح أحمر مضمون اللي هو الـ SMG أحطوا في باركم ما حيطيكم إلا الـ SMG أحمر الكل رح يجي نفس السلاح فعامة كريم ما شاء الله عليه سبايدر الأسبوع هذا بعدها يا شباب لا تنسون كذا احنا خلصنا الخطوات الأسبوعية حق الأسبوع كامل ولكن لا تنسون يا شباب انه في الأخير لازم تروحون للهلم ونحط الرليك اللي اخذناها حق الأسبوع هذا فهذا أهم شي لا تنسونا لأن عندكم واحدة من الشعنجات الأسبوعية لازم تحطون الرليك وتتبحون VEX في أي مكان عامة من جردتكم تحطون الرليك وتخلصون روحوا تتبحوا فيكس ورح تخلصون الشعنجات الأسبوعية الأول والشعنجات الأسبوع الثانية يبقواكم تفتحون 5 صناديق في الميشن حق الـ Expedition ورح تجيكم القطعتين حق التطوير ويمديكم تطورون تطويرتين حق الأسبوع هذا طيب شباب هنا وصلنا لنهاية المقطع أتمنى أنه الناس اللي استفادت من الشرح هذا أتمنىكم تكونوا لمرة استفدتوا وكل المقاطع بإذن الله أنكم قاعدين تستفيدون منها هنا وصلنا لنهاية المقطع يا شباب نشوفكم إن شاء الله بإذن الله في المقاطع الجاية السلام عليكم